بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين عبد القادر الحسين في الميزان مدام أنت تزين الناس فإذا أنت ما وزنك ليس عندنا كل هذه التعليقات جاهز فأنا أتكلم بصراحة مريحة وزني عندك وعند أمثالك لا يعنيني لا يؤخر وزني عند العلماء الربانيين الصالحين هذا أحترمه تجده في مقدمات كتبي تجد ماذا قال الشيوخي عني ماذا قال الشيخ نور دين عتر ماذا قال الشيخ البوطي رحمه الله ماذا قال الشيخ على الجمعة كتبوا هذا في بعض المقدمات هذا بالنسبة للوزن الذي حينما قال لي الشيخ البوطي ما قال قلت له هذه الشهادة أعتز بها يوم أن كنت أخذ الدكتوراه أكثر من الدكتوراه أن يشهد لي الدكتور البوطي قال لي قل ما وجدت رسالة في هذا المستوى هكذا قال باللفظ قلت له هذه الشهادة أعتز بها ولولاك ولولاكم لما رحنا ولا أتينا منهم تعلمنا فالفضل منهم وإليهم والله تعالى صاحب الفضل قبل ذلك وكله فإذن هذه النرجسية وأنت تتعالى على خلق الله لا 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 أنا أبين لك هكذا سأعطيك وزني عندك وعند شيوخك سيقول مبتدع وجهمي وضال وزنديق وكذا وكذا هكذا عددهم في وصف كل من يرد على أهل البدع المجسمة فما وزني وزني عند نفسي هذا واحد وزني عند الله وهو الأصل اثنان وهو ينبغي أني يكون أولا وآخرا وزني في ذات نفسي أنا أقول لك مريحك هذا كل ما تقوله فيه من السيئات غير صحيح وكل ما مدحني فيه المادحون من المدح من إخوائنا وأحبابنا وكذا كله أيضا فيه مبالغات كبيرة فلست في صنف الذين قدحوا وطعنوا وكذا وكذا هؤلاء يظلمون وأنا لست كذلك لست كذبا ولست زنديقا ولست جهميا ولست كذا أتبر إلى الله من هذه الأوصاف والذين يقولون علامة وإمام الدنيا وإمام المسلمين لا ليس كذلك مجدد كذا بعض إخوائي الطيبين لا يعرفون الخصة لا يا أخي لست مع هؤلاء هذا خطأ هذا غلو في المدح وهذا غلو في الذن أنا في قرارة نفسي عبد الخطأ وكل يوم أكتشف شيئا من جهلي فأزيله بالعلم حريص على هذا مقصر في حقوق ربي سبحانه وتعالى أسأل العفو والعافية ولكن تقصيري في العمل وليس في الاعتقاد لا في الاعتقاد بفضل الله سبحانه وتعالى على الاعتقاد الصحيح الواضح على المحجة البيضاء التي عليها كافة علماء الإسلام يا أخي كيف تسرح أنك أشعاري ماذا أقول هذا حقيقة إذا ركام محمد حسان وحسين يعقوب والحويني وبن باز وبن عثيمين سلفهم الصالح والألباني غطى عقول الناس رأيت بنفسي أني أنظف هذا الغبار عن قبره الشريف عليه الصلاة والسلام فكشف لي أقدامه عليه الصلاة والسلام وقبلتها نعم رأيت ذلك بنفسي والحمد لله بعض الإخوة المعلقين هو لا يعرفني قالي ذكر لي رؤية باللفق رأيتك أنك تنظف الغبار عن قبره الشريف عليه الصلاة والسلام فأنا سأفعل هذا هذا تجلية لاعتقاد المسلمين الصحيح الواضح نعم أنا على الاعتقاد الصحيح أزكي نفسي في هذا الباب نعم لأن إلا ما أكون كذلك فسأكون مبتدعا أو أكون ضالة أما في العمل فأسأل الله جل جلاله أن يجبر أن يجبر أن يجبر كسر عملي بحسن اعتقادي فيه جل شأنه وبحسن اعتقادي في نبيه عليه الصلاة والسلام وبحسن اعتقادي في أوليائه وبحسن اعتقادي في مناهج الأمة المتبوعين نعم فهذا النور يجبر ذلك النقص نخطئ نرتكب المخالفات صحيح هذا ولكن الله جل جلاله اختارنا لنصرة الحق هو هو اسم الحق جل جلاله لذلك يا أخي اربع نفسك لا أبالي بوزنك الوزن الحقيقي هناك فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وأملأ ذلك الميزان ميزان هذا الذي أرجو أن يكون فيه حسنات بحسن اعتقادي في الله سبحانه بحسن ظني فيه بأنه ما جعلني مسلما إلا وهو يحبني ما جعلني أفهم كتابه إلا وهو يحبني سبحانه ما جعلني من أهل السنة إلا وهو يحبني ما جعلني أفهم لسان العرب إلا وهو يحبني ما وجهني للنصرته إلا وهو يحبني فهذا هو رجائي عند الله سبحانه عشت أو مت رجائي فيه هو حسن ظني فيه له الذي ابتدأ هو سبحانه الذي ابتدأ لإحسان وحاش حاش الكريم أن يدعو إنسانا إلى بيته للإكرام ثم بعد ذلك يطرده يستحيل هذا عندي يستحيل أنا أتمثل قول الله جل جلاله في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي به فليظن بي ما شاء فالعبرة بالميزان يا أخي ذلك الميزان ذلك الذي توزن به الحسنات والسيئات لا أبالي تمدحون آلاف الناس في الصباح يمدحوا آلاف يذم وأنا أعلم ولعلها هذه من بشائر ساداتنا الصالحين شيخنا رضي الله عنه سيدي عبد القادر عيسى قال لي قبل أكثر من ثلاثين سنة وأنا شاب حدث يعني عمري ربما أقل من عشرين قال لي ما دحك الناس أو قدحوك فأنت تعرف نفسك فأنا أعرف نفسي جيدا يا أخي أعرفها جيدا لست ممن يغتر الفاظ التعظيم ولست أيضا ممن يصيبه اكتئاب للشاتمين لا لا لست من هذا ولا من هذا أنا أريد أن أرد الأمة إلى رشدها أبدأ بنفسي وبإخواني وطلابي وأحبابي ويحبون هؤلاء واجبونه والنصح لهم والله العظيم حينما أرى إنسانا وهو يقول لي الآن أول مرة أزور رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتي وأنا مشتاق له لم أجد هذا الشوق في حياتي كلها هذا يجعل لي يعني أفرح فرحا لا مثيل له أخرجت إنسان من دائرة الجفاء لسيدنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله والصحابه واجعلته في دائرة الاجتئاق يشتاق إليه أخرجته من دائرة الفهم السطحي للكتاب والسنة فجعلته في دائرة الفهم الصحيح كان يمسك بين يديه شرح نووي لصحيح مسلم ويقرأ إلى حاديث وهو بينه وبين المؤلف الشارح جفوة لماذا؟ أوهموا أن هذا مبتدع جامي ضال في أحسن أقوالهم يقول تاب في آخر حياته هذا في أحسن أقوالهم إذن يعيش في حالة مجافاة الآن يقرأ لولي من أولياء الله يجد هذا الخير وهذا العلم يجد هذه البركة فيا أخي من أنا حتى توزن لست من العظماء الذين يقونها على سبيل التواضع وأقول بلا فخر لا 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 بضاعة معروفة لا أحد يستطيع أن يغشني في نفسي يعني بعض الناس يطلب تزكي تزكي لا أقول يا أخي ولا نفسي لا أزكيها كيف يزكي الناس لذلك يا أخي أسأل الله جل جلاله في هذا اليوم المبارك وأرجو أن تكون ساعة إجابة في هذا يوم الجمعة أسأل الله جل جلاله أن يغفر لنا ما أسررنا وما أعلننا نشهده جل شانه وملائكة قدسه ومن حضر من الإنس والجن وكل من يبلغه هذا نشهده جل شانه أننا نرتجي ونفتغي الاعتقاد الذي يحبه ويرضغه ونسأله أن يوفقنا إلى ذلك وأن يدلنا عليه نسأله أن يثبتنا على حبه وحب نبيه عليه الصلاة والسلام وحب أحباب الله وأولياء الله نسأله جل شانه أن لا يخرجنا من هذه الدنيا إلا وقد غفر لنا جميع الذنوب وستر وغفو ومسح جميع العيوب مع تمام اللطف والعافية لنا ولأحبابنا ولمحبينا كل من أحبنا في الله أسأل الله جل جلاله في هذه الساعة المباركة وأطلب منكم التأمين على ذلك أسأله جل جلاله أن يجمعنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل لا إلا ظله أسأله جل شانه أن يجعلنا لحوض سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الواردين تحت شعار الاتباع لهديه عليه الصلاة والسلام وما ذلك على الله بعزيز كما أدعو لإخواننا الشانئين من كان فيه خير من هؤلاء الناس أدعو الله جل جلاله أن يعجل بهدايته اجتباء واصطفاء ويكون وليا من أولياء الله نعم يا أخي أسأل الله لهم ذلك ومن غلبت عليه الشقوة والشقاوة ومن شاء الله عدم هدايته أسأل الله جل جلاله أن يعجل بزواله عن المسلمين وأن يريح المسلمين من هذا الصنف وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين